بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين زيتونة مباركة تعود إلى عمق التاريخ وشاهدة على رقي الحياة الاقتصادية بمنطقة بيرزغال بلدية المال أبيض بولاية تبسة هذا أحد المعاصر اللي كانت تستخدم في عصر الزيتون هذا ما يدرون لكونتر بوان ذاك رحاء مع جرارا ويتم عصر الزيتون التراب هنا يغطي هذا العصر ويمر من هنا بعد عصر الزيتون إلى هذه الأحواض التي يتجمع فيها الزيتون التي يتم عصره عن طريق هذه المعصرة مر الرمان من هنا من الأرض المباركة المعطاعة وشيد العام 69 ميلادية أكثر من 200 معصرة الشطر الأول من هذه البطاقة التقنية تم تنفيذه بتسييج الموقع وتأمين وحراسة الفضاء وغراسة أشجار الزيتون المحيطة بمعصرة بيرزغال هذه الأفاق دفعت بالدوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية لفتح الفضاء أمام الجمهور ودعوة الجمعية النشطة في السياحة والبيئة والأثار لترقية حركية تنظيم زيارات نحو المعلم الأثري ببرزغال من طرف أكديميات المجتمع المدني والمنظمات التي من شأنها أن تطور هذا الجنب السياحي وتثمنه بالتعريف بهذا المورد الثقافي وتكون لنا زيارات ترشيدية أدعو كل هذا المهتمين من الجمعيات الثقافية التي تهتم بهذا الجانب والدووين السياحية وكذل وكلت سياحية توجيهات المدير العام في الأون الأخيرة لم يكن مفتوح الجمهور هذا الموقع بعد تأمينه ويعادت السياج ويعادت الاعتبار لهذا المورد الثقافي تم تخصيص تذاكر للزيارات الترشيدية وتذاكر دخول لزيارة هذا المعلم فهو مفتوح للجمهور ومؤمن ولديه بطاقة تقنية الوزيرة مليكة بن دودة في زيارتها الأولى للولاية أعطت تعليمات لإعداد بطاقة تقنية مرحلية تقوير هذا المعلم التاريخي لفضاء سياحي ثقفي وحتى علمي تستفيد منه المؤسسات التربوية والجامعة في تخصص الآثار وعلى النقيذ من هذه الآفاق الواعدة لترقية منطقة بيرزغال يطرح السكان إشكالية العزلة المفروضة عليهم منذ فجر الاستقلال وكذا أزمة العطش فهل سيتم فك الحصار على السكان ومنه ترقية المنطقة كفضاء سياحي ثقفي عالمي نحن محرومين من القنطرة لا يوجد أن نعقب ونحن محرومين من الماء لا يوجد أن نطلب من السلطات المحلية ورئيس البلدية ورئيس الدير يوفرنا الشيء حتى لدينا حيوان ما يشرب والعبيد لا يوجد أن نشرب لدينا جرارات لنجروا في الماء منطقة بعيدة ونحن نطلب ويعونونا في الشيء وبرك الله فيه والسياحي سيفوت ويحوم مالديك هكذا نرى هكذا نرى ما عنده من راح يفوت وكيف سيزور هذه العثار الرومانية بالنسبة للاستغلال هذا الموقع الأثري مع عصر برزقان لا يكون استغلال حقيقي وأمثل بتحقيق عائدات إلا من خلال إنجاز هذا الطريق وإنجاز ممر لهذا الواد الذي يعرق هذه العملية ويعرق القدوم السياح وكذلك تنفيذ كل البرامج الخاصة بالزيارات سواء الترشيدية أو الزيارة التقنية أو العمل الميداني لتعرف بهذا المورد الثقافي فهل سيتحول هذا المعلم التاريخي الروماني لمعصرة برزقان الرومانية إلى قبلة للزوار ويصبح محل مداخيل تحول هذا المعلم التاريخي إلى مزارة من أجل تنشيط الحركة الثقافية السياحية بولاية تبسة التي تعاقبت عليها كل الحضارات القديمة والحديدة عبدالله الزرفاوي من وسط معصرة برزقال المال أبيض ويلا يتتبسة لقناة الخبر على اليوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل جرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر